بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد ففي الحديث أن نار سيدنا إبراهيم التي أوقدها من أجله الكافرون وقف بجانبها الوزغ الوزغ هذا الوزغ ويقال له وحرة وفي العامية في مصر يسمونه بورس وهل الشام يسمونه أبو بريص وبعضهم يقول بريصعي وبعضهم يقول بريصي هكذا أسماؤه كثيرة جدا مع قبحه يعني أعرابي رأى هرا قال له يعني ما أقبحك وما أكثر الأسماء هو لا يحب الهر العرب لا يحب الهر لماذا نحن نحبه لكن غالب العرب خاصة في أهل البادية لا يحبونه لماذا يقول ليس وفيا يعني يفرح بعزاء أهله إذا كان لماذا يكفر الطعام عند أهله ولذلك ليس عنده ارتباط بالأشخاص انتبه جيدا القطة التي تربيه في بيتك إذا رأك في الشارع لا يتعرف عليك لأن ارتباطه بالمكان فهو يحبك ويقترب منك في البيت أما في الخارج بخلاف الكلب الكلب يعرف صاحبه فهذا ما كان يحبه فهذا البرص المثل المصري أخذ من هذه الحادثة جعلها مثلا فقال آلولو يا برص تنفخ على النار ليه يعني من أجل ماذا تنفخ على النار فقال من أجل أن يكرهني الناس على أساس الناس يعني يعشقونه من يحب هذا الحيوان؟ لا أحد يحبه الله خلقه لحكمة بلا شك يأكل بعوض كثيرا يأكله كذلك فرنسا في تعاملها مع المسلمين الحقيقة تاريخ فرنسا أسود تجاه الإسلام لم تبقى نقيصة تستطيع أن تفعل لا فعلتها ملايين الخلق الذين قتلوا في الجزائر كنا نسمع عنه مليون صحة هل بعض الناس قال لا هي ملايين الحرب سبونها الأرض المحروقة أحرقوا كل شيء في فرنسا في الجزائر وما من بلد دخلته فرنسا إلا جعلت أهله أذلة وصرقت كل ما لديهم مثل سوريا مثل لبنان كل بلد دخلته فرنسا هكذا تفعل يعني إذا كان الإنجليز يسرقون 90% يبقي للشعب 10% يعيش منها وما عاشين من الاحترام أما أولا لا لا يبقى لك شيئا يجندوا أولاد المسلمين ليحاربوا دفاعا عن باريس طيب ما علاقتنا بباريس أخذوا الناس من الجزائر ومن سنقال ومن غيرها لدافعوا عن الشرف الفرنسي وفعلوا 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 طيب الآن وقد غزاهم الإسلام من الداخل ماذا يفعلون طبعا لا أتكلم عن الأمة الفرنسية لا أتكلم عن الشعب الفرنسي ففيهم فضلاء كثير وفيهم ناس يبتغون فيهم ناس من كبار العباقرة ممن دخل في الإسلام طواعية أنا لا أتكلم عن هذا الصنف وعلى فكرة الأمم الغربية أكثرها يعني يغلب عليهم الطيب يغلب عن الناس الطيب يعني هذا اللؤم الطباع يعني محصور أو ربما بسبب ماذا البرمجة يعني يحذرونهم من الإسلام حتى تصور الإسلام غولا يريد أن يأكله لا توفر الدولة الفرنسية شيئا في حرب الإسلامي وأهله يعني شروة نقيل لا توفره كل ما تستطيع أن توذي به المسلمين تفعله قبل أشهر رئيس هؤلاء الأزعر الأزعر بمصرع الشامي رجلي يعني هكذا يعني يسي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين والحمد لله المسلمون وقفوا وقفة صامدة نسألهم من يستمروا في قضيعتها المال الذي يأتي من هؤلاء الآن ماذا يفعلون كيف يجعل المسلمون غزوهم صار فرنسا نسبة المسلمين فيها أكثر من عشرة بالمئة سنة 1850 كانوا صفر بالمئة قبل مئة وسبعين سنة صفر بالمئة الآن كم عشرة بالمئة هنا عشرة بالمئة يعني عدد لا يستهام به كيف تفعل فرنسا تحاول أن تكتمع أنفاسهم منع الحجاب قال أبو منع الرموز الدينية هذا ليس رموز هذا حكم ديني يمنع الحجاب حتى لا يتعلم المسلمون الآن التضييق أكثر أصلا أوروبا الطعام فيها قليل الإسلامي وإنسان المسلم يعاني جدا منع ذبح الدواج على الشريعة الإسلامية أو التضييق على هذا هذا لماذا تفعل أليست حرية أليست علمانية الدولة تصرح بالعلمانية يا علمانية تقف بالحياد تجاه المسلمين لماذا لا تفعل مثل هذا مع النصارى لماذا المسلم هكذا يضيق عليه يعني حتى يأكل الميتة لا الحقيقة تفعل فرنسا كما فعل البرصو الوزغ في نفخه على النار من أجل أن يكره الناس أكثر سيتململ الناس وربما تحصل أفعال طائشة وهكذا فتنعكس على المسلمين السوء نسأل الله أن يحفظ المسلمين في فرنسا وفي أوروبا وطبعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى لو عشت نباتيا لا تفعل هذا وإذا استطعت أن تقفي هنا وأن تذبح هذا حقك وهذا شرع الله جل جلاله ليس لأحد أن يقيده وليس لأحد أن يمنعه نسأل الله لهم الهداية حتى يعودوا إلى رشدهم لأننا نحن لا نحاربهم هم في بلادنا يأكلوا ما يشاءون لا علاقة لنا بهم سواء كان فرنسي أو غير فرنسي لا نضيق عليه نصران يغير لا نمنع أحدا أن يأكل ما يشاء يأكل ما يشاء هو ولكن لا يطعمنا ولا يعلن ما يؤذينا حتى الخنزير نسمح للنصارى بتربيته وبأكله مع أنه عندنا شدا وعن نجاسات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأستغفر الله العظيم وصل الله أسرنا محمد وآله والصحبه جمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم